بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم هنعمل النهاردة أطعم سيرفيس كشري مصري كده زي ما احنا شايفين بمنتهى الطعامة ومنتهى النظافة في البيت وبمكونات طبعا كلها معروفة ويلا نسامي بالله وندخل نشوف هنعمل ايه أول حاجة طبعا كده المكونات الرئاسية عندي في طبق الكشري البصل والعدس البني او العدس الجبة وكمان المكارونا البصل انا بحب اعمل كمية كبيرة لان البصل من اساسيات الكشري وكمان هو اللي بيحلي طبق الكشري وبيديله الطعام المميز جدا وبدون البصل الكشري يبقى شوية حاجات ملهاش طعم خالص هنبتدي عملنا البصل بالمبشرة كده عشان يبقى رفيع ونبتدي نفككه كده زي ما احنا شايفين وعلشان يديله بقى الارمشة الخطيرة اللي بنجيبها من بره من محلات الكشري بننزل عليه كده بمعلقتين من النشا ونبتدي نفككه زي ما احنا شايفين كده انا عايزة كل واحدة تبقى لوحدها ويبقى مفكك تماما عندي التواصل بتاعتي على النار فيها زيت سخن واول حاجة هنعملها هو الورد او البصل طبعا بيسموه في محلات الكشري الورد لانه هو اللي بيتحط فوق الوش وبيزين طبق الكشري وكمان هو الاساس فيه الطعم بيديله طعم حلو جدا هنبتدي بقى ننزل على زيت سخن جدا بالبصل اللي احنا مفككينه زي ما احنا شايفين وننزل عليه واحدة واحدة كده ما ننزلش الكتلة واحدة وطول ما هو في الزيت نفضل مستمرين بالتقليب ادنا تفضل تقلب كده زي ما احنا شايفين علشان ما يتكتلش ويبقى مفكك معانا وكمان يبقى كريسبي جدا وما فيش واحدة تتحرق وواحدة تبقى لونها فاتح زي ما احنا شايفين اللهم بارك بياخد لون معايا حلو كده اول ما يبتدي يشقر كده ويبتدي اخرجه لان في المرحلة دي البصل سهل جدا انه يتحرق فلما اتخرجيه في المرحلة دي على ما اتخلصي كده تلميه من الطاصة بتاعك وتخرجيه يكون اخد اللون التمام اللي انت عايزاه فما تستنيش لما يغمق وتخرجيه هيسود معاك ويمرر ويبقى طعمه مش لطيف خالص نزلنا بالدور التاني زي ما احنا شايفين بنزل فيه كده بفككه وانا بنزله في الطاصة وابتدي على طول اقلبه في الزيت اقلبه بالزيت كده شايفين اللهم بارك طالع معي لونه دهبي وحلو ازاي وكمان كريسبي لابعد الحدود هنبتدي نقلب في الدور التاني وطبعا زي ما احنا شايفين انا مخرجه على مندي المطبخ علشان يمتص اي زيت زيادة فيه وانا بخرجه كده بخرجه كمان على المقصوصة بتاعتي علشان تصفي اي زيت زيادة فيه ايدي مستمرة بالتقليب زي ما احنا شايفين علشان يبقى مفكك وكمان كله ياخد لون مواحد مفيش وحدة حمارة قوي ووحدة تبقى لونها فاتح هنفضل نقلب كده اهم مرحلة في الكشري هي تحمير البصل او الورد زي ما احنا شايفين بتنتبه عليه شوية لانه هو حساس جدا بالنسبة لباقي الحاجات وفي نفس الوقت هو اللي بيديلنا الطعم المميز لطبق الكشري ما شاء الله تديش قرهوت معي دي المرحلة اللي هاخرجه فيها على طول مسكة المقصوصة معي واخرج كده بالتانية عليها علشان اصفي اي زيت زيادة شايفين بخبط عليها كده عشان اي زيت ينزل وبعد كده بخرجه كمان على منديل المطبخ وكلنا لحظنا ان انا نقلت الدور الاولاني في مكان تاني علشان ما خرجهوش فوق بعده علشان ما ينزلش عليه الزيت بتاع الدور اللي انا طلعته لان لو طلعت عليه الزيت ونزل عليه بقى كايني ما صفيتهوش وفي نفس الوقت هيطرى عملت بقى الدور الاخير زي ما احنا شايفين اول ما بياخد اللون الاشقر ده ببعد الدور اللي انا خرجته برضو وبخرجه ومكانه كده علشان ما حطهمش فوق بعد فهيطرى البصل مني وفي نفس الوقت يفضل محتفظ بالزيت اللي فيه ما شاء الله اللهم بارك انا كده خلصت الورد ودي اهم مرحلة واول مرحلة لازم اعملها علشان انا هستخدم الزيت بتاع البصل في كل حاجة هستخدمها سايب الزيت جنبي زي ما احنا شايفين اخدت منه كده كمشة صويرة ونزلت في داصة على النار بمعلقة التوم على الزيت بتاعي وهيبتدي اشوح في التوم بتاعي لحد ما ياخد اللون الاشقر اخلي بالي برضو علشان التوم لما بيغمق بيمرر معايا في الاكل اول ما اخد اللون الحلو ده ورحته طلعت هنزل عليه بقى فنجان خل حلو كده علشان كده احنا بنعمل الصلصة بتاعة الكشاري الصلصة الحمرة اه خلاص نزلت بالخل ورحته جميلة نزلت بقى بطماطم متسبكة عندي بيتي زي ما احنا شايفين هقلبها تقلبتين كده وبعد كده هنزل عليها بنص كوب من المياه وكده نبقى عملنا صلصة الكشاري الحمرة هبتدي بس هنزل بقى بالتوابل بتاعتي وسبحتي غلي التوابل عندي هضيف ملح وكمان هضيف كوزبرة وكمون وكمان هبتدي هضيف معلقة صويرة من البابريكا بتعزز اللون زي ما احنا شايفين كده هي ما بتديش تست ولا حاجة بس بتعزز اللون وتقلت كمان الصلصة بتاعتي شوية زي ما احنا شايفين لونها خطيرا اللهم بارك اول ما تغلي معايا كده هطفي عليها النار هنرجع لزيت بتاع البصل ناخد منه كبشة كده علشان نعمل بقى الشطة بتاعتنا يبقى احنا عملنا الصلصة وعملنا الشطة وعملنا البصل اللي هنعمل الشطة دلوقتي معلقة من كبشة من الزيت كده نزلت عليها بمعلقة كبيرة من التوم وكمان هننزل عليها بفنجان من الخل او الملوق التوم بتاعي لون ويشقر كده زي ما احنا شايفين اللهم بارك التوم ما بياخدش وقت خالص سواني كده ريحته الحلوة بتطلع هننزل بقى بفنجان الخل بتاعنا ما لازم تحطي الخل كده تطشي بيه التوم بيدي ريحة حلوة جدا وبيعالي تست جدا بتاع طبق الكوشة هنزلت الملح بقى والكمون وكمان البابريكا وهضيف بقى شطة حرة انا عندي شطة دي حرة جدا فهضيف منها كده ربع معلقة بس علشان ما تبقاش صعبة جدا وهضيف كمان حوالي كوبية مية كده علشان اسبها بقى تغلي وكده نبقى عملنا الشطة بتاعتي الكوشة دي اول ما تغلي معي هرفع من على النار وبعد كده هبتدي اسلق العدس بتاعي العدس البني عندي انا نقعته حوالي نص ساعة وبعد كده جسلته وصفيته وعبيت عليه مية تاني وبتديت رفعته على النار كده مع نص معلقة من الملح وربع معلقة من الكمون وهسلقه سلقة خفيفة مش عايزاي تهيري معي بالكامل عشان اشرته ما تخرجش من عليه بقى شكله مش لطيف يلا نعمل الدقة بقى بتاعت المطاعم فلفل احمر بارد وحامي وفلفل اخضر ومعلقة من التوم هنفرمهم في الكبة الفرم خشن زي كده نزلت عليهم بنص كوب من المياه وهضيف بقى الاضافات الجميلة بتاعتي فنجان من الخل وفنجان من اللمون وكمان هضيف التوابل ملح كمون كزبرة وسنة بابيكا كده وكده نبقى عملنا اطعم تدبيلة اللي بتتقدم الدقة اللي بتتقدم في المحلات الخطيرة شايفين معي اللهم بارك ده الورد او البصل بتاع الكشري اللي احنا عملناه في البداية خالص شايفين قد ايه كريزبي انا عايزك وتسمعوا الصوت معي اللهم بارك صوت وتحفة وارمشته لونه حلو جدا ومسكر لابعد الحدود ايه فضيف طبق كده وهجهز بقى كل الحاجات اللي انا عملتها شايفين اللهم بارك تحفة جدا ايه عندي كمان سلقت العدس وصفيته وعندي كمان الدقة اللي احنا عملناها رفعت حل على النار فيها مياه بقى علشان اسلق المكارونة ونزلت فيها برضو بمحلقتين كده من زيت البصل يعني زيت البصل اللي استخدمناه في كل حاجة عندنا نزلت به في المكارونة كده في المياه علشان اسلق المكارونة زي ما احنا شايفين كده اول ما غلية المياه نزلت بالمكارونة بتاعتي على المياه بتغلي وهبتدي اسلقها لمدة سبع دقايق كده مش هسلقها سلق كامل علشان ما تعجنش معايا وتبقى شكلها مش لطيف في الطبق بتاعي ما شاء الله اللهم بارك طبق الكشري ده من الاكلات الحلوة اللي احنا كنا بنروح نجيبها من المطاعم بس طبعا مش بتبقى بالنظافة اللي احنا عملينها في بيوتنا وطبعا ما انتش عارفة يعني يعني انا في مرة من المرات شفت كده انه في المطعم بياخد بواقي الاكل الباقي في الطبق بيحطوا في الأطباق الجديدة وكله بيتدار في بعضه بس طبعا يعني مش كل الناس بتعمل كده فربنا يحفظنا ليه ما نعملش كل حاجة في بيتنا سلقت المكارونا وحطت لها معلقتين كده من زيت البصل عشان تفضل مفلفلة وشكلها بيلمع وكل حاجة دلوقتي عندي بقت جاهزة هبتدي احضر السيرفيز بتاعي نزلت بالمكارونا شايفين اللهم بارك مفلفلة جدا وبتلمع قوي علشان حاطت لها من زيت البصل اول ما تسلقت وصفتها وبعد كده هجيب الرز بتاعي انا مش هكدب عليكم النهاردة انا ما عملتش رز بشهرية النهاردة كان عندي رز متباقي سخنته وحبيت استغل الموقف بقى واعمل الكشري واستغل الرز اللي عندي وكمان حطيت بقى كمان العدس المسلوق وكمان حطيت الورد كده فوق الوش اللهم بارك وعملنا اجمد سيرفيز سا ما احنا شايفين هنبتدي بقى نضيف الصلصة بتاعتنا الحامرة اللهم بارك تقيلة ولونها خطير جربوه وما تنسوش اللايك والشير